السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي بمدرسة أنجال الصفوة في برنامج التعلم عن بعد درسونا اليوم أحبابي الطلاب بعنوان الكسور نبدأ معا أول حاجة نعرفها أحبابي الطلاب ما هو الكسر يبقى أعرف أحبابي الطلاب الفكرة العامة ما هو الكسر الكسر هو عدد يدل على جزء من الكل أو من مجموعة أشياء أو من مجموعة أجزاء يبقى الكسر عدد يدل على جزء من الكل مثال عندي الطبق هذا طبق هذا مقسم إلى أربعة أجزاء هذا الجزء كم يمثل من الطبق؟ هنا كم أدي من الطبق هنا؟ أحسنتم أحبابي الطلاب يمثل هنا كم؟ واحد من كم جزء من أربعة أجزاء يبقى الكسر ده بيمثل واحد على أربعة أجزاء يبقى ربعة يبقى الكسر هنا يمثل إيه؟ أحبابي الطلاب ربعة طبق هنا ممكن أقولها بطريقة تانية أيوان يمثل واحد ملون هنا باللون الأخضر من كم جزء أربعة أجزاء أحسنتم أحبابي الطلاب يبقى نتعلم من هذا الدرس أو هذا الفصل أن نستعمل الكسور لأمثل أجزاء من الكل أو من مجموعة أشياء وأن نمثل الكسور والكسور المتكفئة مستعملا النمازج وأن نقارن بين الكسور ونرتبها وأن نحل مسائل برسم صور لها طيب الكسور كأجزاء من الكل فكرة هذا الدرس أن نكتب الكسور كأجزاء من الكل ونقرأها المفروضات التي نتعلمها الكسر البسط المقام تفقنا أحبابي الطلاب أن الكسر هو إيه؟ عدد يمثل الأجزاء الجزء من الكل طيب البسط قلنا الكسر يمثل العدد اللي فوق في الكسر يمثل أو عدد الأجزاء يمثل البسط والعدد الكل للأجزاء يمثل المقام يبقى البسط يمثل الكسر الجزء والمقام يمثل عدد الأجزاء كلها نستعد سجادة مقسمة إلى خمسة أجزاء متطابقة وملونة بالألوان الأصفر والبرتقالي والبنفسجي والأحمر والأخضر ما الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأحمر؟ هنا استجادة أمامي في الصورة كم جزء أحبابي الطلاب؟ واحد اثنين ثلاثة أفرا خمسة استجادة مقسمة إلى خمس أجزاء هو طالب مني أحبابي الطلاب الجزء الملون باللون الأحمر كم جزء ملون باللون الأحمر؟ جزء واحد أحسنتبأ نقول واحد وكم جزء العدد الكلي؟ خمسة واحد على خمسة وممكن أن نقرأه خمس ممكن أن نقرأه خمس يبقى يمكن أن نستعمل الكسر أنه نعبر عن الجزء الملون باللون الأحمر من السجادة بطريقتين الطريقة الأولى أن نرسم العدد كله ونقسم الواحد ده إلى خمس أجزاء يبقى هيطلع معايا البسط واحد والمقام خمسة ونقرأها خمس والطريقة الثانية أنني نرسم صورة ونرسم منها الجزء الملون باللون الأحمر هيطلع عندي أن الجزء الملون باللون الأحمر واحد من كم جزء المجموع الكلي من خمسة يبقى خمس أيضا يبقى الجزء الذي يعبر عن الجزء الملون بنسميه البسط وعدد الأجزاء كلها بنسميه المقام مثال آخر يبقى يدل البسط على عدد الأجزاء المتطابقة ويدل المقام على عدد الأجزاء كلها ما الكاسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأخضر في الشكل المجاور؟ هنا اللون الأخضر كم؟ أحسنتم اتنين طب على كم؟ واحد يقول لي واحد نقول له أجابة خطأ أما بنقول المقام يبقى كم؟ العدد الكلي يبقى اتنين على تلاتة يبقى البسط عدد الأجزاء المظلة القدام باللون الأخضر والمقام عدد الأجزاء كلها يبقى هنا عدد الجزء الملون باللون الأخضر اتنين وعدد الأجزاء تلاتة يبقى الكاسر ده نقول ثلثان اتنين على تلاتة نقرأه ايه؟ ثلثان ننتقل إلى الكتاب المدرسي أحبابي الطلاب لنحل بعض التدريبات نفتح الكتاب المدرسي أحبابي الطلاب صفحة 174 لنحل بعض التدريبات اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق ثم اكتب الكسر الذي يمثل الجزء غير ملون بالأزرق هنا عندي الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق واحد اتنين ثلاثة يبقى ثلاثة على كم؟ على أربع يبقى ثلاثة أربع أو ثلاثة على أربع يبقى نكتب هنا ثلاثة على أربع طيب الكسر الذي غير ملون باللون الأزرق هنا واحد واحد على كم؟ على أربعة يبقى ربعة يبقى هنا الملون باللون الأزرق ثلاثة على أربعة والملون باللون الأبيض ربعة واحد على أربعة ربعة طيب هنا الكسر الملون باللون الأزرق واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة يبقى خمسة على كم؟ واحد يقول لي على ثلاثة نقول له خطأ ما الخمسة على كم؟ عدد الأجزاء كلها يبقى خمسة على كم؟ على تمانية طيب الملون باللون الأبيض واحد ولا اتنين ولا تلاتة 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 على كم؟ على تمانية أيضا يبقى ثلاثة أثمان ثلاثة أثمان هنا كسر ملون باللون الأزرق واحد على كم؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى واحد على سبعة يبقى سبعة طيب الكسر الغير ملون باللون الأزرق واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة على كم؟ على سبعة يبقى ستة وأسباع ستة على سبعة ما الكسر الذي يمثل الجزء الذي يحتوي على الجبن فقط؟ هنا الجبن هو فقط الكسر يمثل كم؟ واحد اتنين يبقى اتنين على كم؟ الكسر كله العدد كله على ستة يبقى اتنين قسمة ستة أو على ستة البسط اتنين والمقام ستة نكتب اتنين على ستة أو سدوسان وضح كيف استعمل الكسر اللي أعبر عن الجزء المظلل من الشكل المقسم إلى أجزاء متطبقة الكسر يعبر عن عدد الجزء المظلل لأن البسط هو الجزء المظلل والمقام هو عدد الأجزاء كلها يبقى البسط هيمثل الجزء المظلل والمقام يمثل عدد الأجزاء كلها تدريبات اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق ثم اكتب الكسر الذي يمثل الجزء غير الملون بالأزرق هنا كم؟ واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة على كم؟ على تلاتة مش عدد صفا على ثلاثة، ثلاتة على ثلاثة يساوي واحد صحيح يساوي واحد لأن الكسر كله مظلله، يبقى يساوي واحد كامل الكسر كله مكتمل أجزاء في الكامل ويبقى واحد صحيح وبنقول هنا هنا 1, 2, 3 يبقى 3 على كم؟ على خمسة. يبقى 3 وهو ثلاثة واخماس. او ثلاثة على خمسة. طيب الغير مظلل باللون هيبقى كم؟ 2 على خمسة. طيب هنا الغير مظلل باللون الازرق هيبقى 0 على ثلاثة اللي هو صفر مفيش ولا جزء مظلل باللون الغير الأزرق طيب هنا 1 2 يبقى 2 البسط 2 المقام 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 2 على 8 طيب الغير ملون باللون الأزرق 1 2 3 4 5 6 6 على 8 6 8 طيب ما الكس الذي يمثل الخلايا التي تحوي نحلا الكسر اللي يمثل خلايا تحوي نحلا نعدي كده مع بعض النحل موجود فيه خلايا 1 2 3 4 5 6 7 يبقى كم 7 على كم على 10 يبقى 7 على 10 يبقى هنكتب هنا 7 على 10 أو 17 السؤال بعد كده ارسم صورة لأمثل كل كسر هنا 2 على 5 هرسم أهو هنا عندي الشكل الخماسي ده ونلون جزئين فقط نلون جزئين فقط بأي لون طيب هنا السبع هنرسم شكل مكون من 7 أجزاء تحت بعضهم هنا ونزلل 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 جزء واحد ونزلل جزء واحد منهم طيب ثلاثة وأثمان بثلاتة على تمانية هرسم شاكل مكون من 8 مربعات مثلا ونلون زي ده 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 8 طيب هلو هنرسم كم جزء ثلاثة فقط منه طيب نصفان هرسم دائرة أو مربع وأقسمه بالنصف هو وهظلل نصفان يعني هظلل كم هظلل الاتنين هظلل الاتنين ولا هظلل واحد ايوان هنا السؤال بيقول لي نصفان يبقى أنا عندي الشكل هيبقى كم جزء ها نصف ونصف يبقى نصفان يبقى الشكل بالكامل شكل جزءان ويبقى الشكل بالكامل مظلل نصفان يبقى نص ونص خلاص وإلى هنا ننتهي من حل التدريبات وإلى لقاء قريب في حصة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته